دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوار بنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دين الله حتى آتاه الله اليقين فاللهم اجزهي عنا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وسلم ها هي الأيام المباركة تقبل علينا وتولي وتنقضي يوما بعد يوم وشهر رمضان المبارك بل وكل نفحت إلا تبارك وتعالى في سنينه وفي ظهوره وفي شهوره وفي أيامه وليليه التي نص عليها القرآن وبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباركة يجب على المسلم أن يغتنمها سواء كانت في رمضان هذا الشهر الفضيل الذي كتب الله لنا سبحانه وتعالى أن نحيا أيامه وليليه وأن نعيشه وأن يكون لنا فرصة سانحة للعودة إليه والمثول بين يديه والعمل بكتابه وبسنته وبناء النفس على أساس سليم من قواعد ومبادئ رسالة الإسلام القالدة هذه الفرصة هي سانحة في رمضان هي سانحة بعد عيد الفطر هي سانحة في عيد الأطحى وبعد عيد الأطحى هي سانحة في الأيام المعلومات وفي الأشهر المعلومات في الأشهر الحرم لله سبحانه وتعالى في أيامه نفحات مباركة يجب على المسلم أن يغتنمها وأن يعمل بها ورمضان وهذه الأيام المباركة هي دعوة من رب العالمين لكل مسلم ومسلمة أن يعود لله عز وجل وأن يصحح وضعه من جديد مع الله ومع الناس ومع نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعردوا لها هذه النفحات المباركة يعني شهر رمضان يعني شعبان من قبل رمضان ورجب من قبل شعبان يعني الست من شوال وأيام شوال هو أيضا من الأشهر المباركة وكل مناسبة أو كل واقعة أو حدث ورد في القرآن وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أيام مباركة أو ساعات مباركة أو مواقف مباركة لله سبحانه وتعالى فيها رحمة لا بد وأن يتعرض المسلم لها وأن يغتنم من خيراتها وإلا أصبح من الهالكين الإنسان في الدنيا يعيش مهما عاش يعيش عشرة أعوام يعيش يعني مئة عام ألف عام لا بد وأن ينقضي هذا العمر مهما طال ويقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليسأله عما قدم وما أخر وعما أصرر وما أعلن وعما كان يجب عليه أن يفعل إلا أنه قصر فيه وأهمله لذلك ما تبقى من رمضان هي فرصة سانحة لكل مسلم ولكل امرأة مؤمنة تؤمن بالله من أجل أن تعيد بناء الشخصية المسلمة من جديد سواء كانت هذه الشخصية لها أو كانت هذه الشخصية لأبنائها وأولادها أو كانت حتى لزوجها وهي فرصة سانحة أيضا للزوج بأن يعيد بناء الشخصية الإسلامية لنفسه ولزوجته ولأبنائه ولبناته هي فرصة سانحة للأسرة المسلمة أن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى وأن تستغفره مما قدمت وأخرت وأصررت وأعلنت هو فرصة للمجتمع قاطبة للأمة جمعاء بأن تعود إلى الله تبارك وتعالى والويل كل الويل لمن لم يغتنم هذه الأيام المباركة التي تولي وتنقضي يوما بعد يوم ونحن لا نشعر بها ولا بقيمتها ولا بقدر الرحمات التي تتنزل فيها والسكينة التي نفقدها كل يوم عندما ننشغل بما لا يرضي الله تبارك وتعالى وبما يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى عن الصلاة وعن الصوم الصحيح وعن إخراق الزكوات والصدقات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع والامتثال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التخصير سوف يعرفه الشخص ويتنبه له بعد موته ولكن حيث لا ينفع الندم حيث لا يستطيع أن يعود إلى دنياه ليفعل الخير من جديد ويقدم العمل الصالح لله رب العالمين ويكون مؤمنا ومسلما حقا وصدقا لا إسما ولا بحكم الولادة ولا بحكم الجغرافيا ولا بحكم أنه أكبر على أن يكون مسلما إنما يختار الإسلام يختار مبادئ رسالة الإسلام الخالدة يختار أن يحشر يوم القيامة في ظمرة المؤمنين والمسلمين يختار أن ينتمي إلى هذا الدين العظيم اختيار يدل عليه العمل يدل عليه التمسك به يدل عليه الغيرة عليه يدل به اغتنام الوقت فلا يضيع أبدا في أيام مثل هذه الأيام المباركة في مشاهدة ما يغضب الله تبارك وتعالى من مشاهد سيئة مشاهد زور لقد جاء في قول الله تعالى ولا يشهدون الزور الكثير من الناس يفهم ولا يشهدون الزور يعني في المحاكم ولا يشهدون الزور يعني إذا حكم بين شخصين فيغير الكلام أو يأتي بكلمة من هنا أو هناك أو يخفي معالم الحقيقة هذا يصح ولكن كثير من علماء التفسير ومن المحدثين قالوا ولا يشهدون الزور ستفاجأوا بهذا المعنى وبهذا التفسير وهو عند التبري وعند كثير من المفسرين ولا يشهدون الزور أي مشاهد اللهوي والعبث أي مشاهد الفجور والصفور سواء كانت هذه المشاهد في أفلام أو في مسلسلات أو في برامج أو ما إلى ذلك إذا كان فيها ما يغضب الله طبارك وتعالى وما يحرد على الرزيلة وما يبعد الأسرة المسلمة عن خلقها الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم من 1500 عام كان من الواجب عليه أن يمنع ذلك في بيته كان من الواجب عليه أن يأمر أهل البيت بأن لا ينظر إلى هذه المشاهد وهي عند كثير من المفسرين مشاهد زور أي أنك ترى أشياء على غير حقيقتها وواقع مزيفاً وتجد ألعاباً وتهريجاً وتسلية هي في الأساس تذهب ما أنت عليه من أجر الصائم تذهب ما أنت عليه من السكينة ومن الرحمة ومن الوقار الذي يجب أن يكون للصائمين الذي يجب أن يتحلى به كل صائم وكل متعبد لله رب العالمين على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وأن يبتعد عن مشاهد الزور ولك أن يقول في عقلك وفي تفكيرك ما هي مشاهد الزور التي نلاها ليلاً ونراها نهاراً ونقبر على رؤيتها على المسلم أن يحدد في رأسه وفي قلبه وأن يتق الله سبحانه وتعالى فكل إنسان منه يعرف ما هو الزور الذي ينبغي أن لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ولا يهتم به وإنما المسلم في الأيام المباركة عليه بأن يعتصم بكتاب ربه وأن يعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يتعبد لله تعبداً ينفعه قبل موته ولا ينفع التعبد أبداً إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد وأن تأخذ المناسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم والقائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وأيضاً في خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنت تمتثر به وتقتضي به وحده صلى الله عليه وسلم في من العيب أن يكون قضوتك هو أحد من المهرجين أو من المازحين أو من من لا يحملون فكراً ولا ثقافةً ولا علماً ثم تترك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو كل الرجولة وهو كل المرؤة والنبي صلى الله عليه وسلم هو كل الشجاعة والنبي عليه الصلاة والسلام هو كل النجاح وكل الفلاح بمن تقتضي إن لم تقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان فقيراً فأغناه الله وكان ضعيفاً فقواه الله وكان يعيش بين جهلاء العرب وبين أجلاف العرب فعلمهم وهذبهم وحولهم من رعاة للأغنام إلى قادة للأمم حطموا بسيوفهم عروش الأكاسرة والقياصرة تحتمت تحت ضربات سيوفهم وبنوا أكبر أمبرطورية عرفها التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي بل والتاريخ العالمي وبنوا حضارة في كل مكان انططأه أقدام البشر كان للمسلمين ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عظيم الأثر على تقتضي بهذا النبي وتجعله هو القدوة في كل خلق وفي كل سلوك وفي كل عمل تعمل الويل كل الويل والخصران كل الخصران لمن ترك الاختداء برسول الله خاصة في هذه الأيام المباركة والويل كل الويل لمن سلك سبلا غير السبيل الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وهو الصراط المستقيم يا أخي انت كل يوم بتصلي وتؤف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتعرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت في صلاتك تضع الله سبحانه وتعالى بأن يهدك الصراط المستقيم فبالله عليك هل هذه المرأة التي تتبرز في نهاء رمضان وتضع عليها العطرة وتلبس ما تشاء من الثياب الملفتة للنظر في نهاء رمضان وحتى ولو في لئي رمضان وحتى لو في غجي رمضان هل هذه المرأة تكون متعبدة لله رب العالمين مختدية بنبيها صلى الله عليه وسلم هل لها أن تدعو ربها كل يوم وتقول يا رب أدخني الجنة وأدخني في عبادك الصالحين هل للرجل المفطر الذي يمسك بالصجارة ثم يدخنها في وجوه الناس رغم ما حل بالناس من مرض ومن جائحات ومن نكبات هل هذا إذا دعا ربه بأن يدخله الجنة وأن يسطره وأن يرزقه هل لله سبحانه وتعالى أن يستجيب له إن من يطلب الست من يطلب الجنة من يطلب الفوز بالدارين الدنيا والآخرة لابد وأن يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله في رمضان وفي غير رمضان هو خير صديق تصادق وخير صاحب تصاحب وهو خير ما تنظر إليه العين تكتحل العين بكل حرف من كتاب الله تبارك وتعالى فيزيد الوج وضاءه وجمالاً ونوراً وبركة وخيراً ورزقاً وبشاشة ويكون مبتسماً بعيداً عن العبوس في وجوه الناس أو العبس في وجوه الناس تكشيرة ما يبقاش لها أي لزمة تبصد تلاقي واحد كده مرسوم على وشه كده الغضب واليعاذ بالله أعاذكم الله من هذا إن عاوزك تدور على أي واحد يكون مكشر كده وشه كده غضبان هتلاقي لا يكتحل أبداً بحروف القرآن ولا يضيء وجهه بنور القرآن عندما ينظر فيه ولو فعل ذلك فوالله لأضاء الله وجهه وكانت الشمس تجري بين عينيه حتى وإن كان أسود من الحجر الأسود أو الحجر الأسعد حتى وإن كان أسود منه أحياناً تجد الإنسان أسود إنما تلاقي فوش نور كده كأن القمر يجري بين عينيه تجد له ابتسامة رائقة ابتسامة طيبة عندما يكون مع الله الجمال أيها الإخوة يرى أو يحس ولا يرى إياك وأن تظن أن الجمال هو جمال ملامح الجمال هو جمال أرواح وهو شيء يحصه الشخص والواقع يشهد على ذلك فترى إنساناً وسيماً وكالتزوج امرأة لا حظ لها من الملامح التي تسمى بالوسيمة وتقد امرأة لم تأخذ حظها من الوسامة إلا أن إلى آخره لأن كي هذا الرجل زرع الله قبولها في قلبه لأن الحب هو دائماً يشعر به الشخص هو أحسيس وعواطف وهي لا تتأتى إلا إذا كان كلها أمور لا ترى غير محصوصة غير مشاهدة الجمال شيء أنت بتحسه في قلبك فالمرأة عندما تتجمل من الأفضل أن تتجمل بدينها وبخلق نبيها صلى الله عليه وسلم وبالاختضاء بأمهات المؤمنين هذا أفضل بكثير من أن تقتضي بامرأة من هنا أو هناك أو تعري جسدها أو تفتخر كل يوم بثياب جديدة غير السياء الثياب التي لبستها من قبل وعلى المسلم وعلى الرجل أن يقتضي أيضاً برسول الله وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الغر الميامين ولا يقتضي بفلان من المشهورين أو بفلان من الذين يعني زاع سيطهم في الدنيا أنت عندما تقف أمام الله تبارك وتعالى سوف تشهد مشهداً عجيباً غريباً لم تراه العين ولم تراه العين أبداً طوال حياتك في الدنيا ما شهد ساقه إلينا القرآن لو فكر كل مسلم فيه وفكرت كل مسلمة فيه لما رأينا كل هذا الخصام والشجار والدغاء ولما رأينا كل هذه الأمور التافهة في مجتمعنا المسلم الذي يفترض أنه من مجتمع المكافحين ومن مجتمع الطالبين للجنة الله سبحانه وتعالى الذين يطلبون الرضوان في الآخرة ويطلبون النصر على أعدائهم في دنياهم يطلبون السطرة في هذه الدنيا التي يعيشون فيها ما شهد عجيب سوف ترى فيها من اختضى بفلانا وعلان وترك الرسول صلى الله عليه وسلم سوف ترى فيها البنت المسلمة التي تسمى خديجة وتسمى فاطمة وتسمى هدى وتسمى إسلام وتسمى بأسماع إسلامية وقد اختارت سلوكا غربيا أو انتحت منحا لا يحبه الله ولا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ستراها يوم القيامة في مشهد عجيب غريب يشيب له الولدان اسمع معي لقول الله تبارك وتعالى وهو يقول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقبرأنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هذا المشهد الغريب سيأتي كل امرئم بمن اقتضى به في الدنيا من أصحاب الفساد والفسق والفجور ومشاهد الزور يأتي يوم القيامة ويدعو عليه نعم أنت كنت تراه مشهورا وتتمنى لو تصورت بجانبه تتمنى لو أخذت تذكارا معه ولكنك يوم القيامة ستدعو عليه وتتبرأ منه وتدعو بأن يعذبه الله سبحانه وتعالى معنا سأل إن شاء الله من الحق شحات تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا الله يبارك فيك ويسعدك إن شاء الله ربنا إن شاء الله يصلح حاله يا رب ويهديه إن شاء الله ربنا يشرح صدره للإيمان إن شاء الله بارك الله فيك كان هذا هو السؤال يا حق شحات ربنا إن شاء الله يوفقه يا رب لكل خير ربنا إن شاء الله يوفقه إن شاء الله ويهديه ويهديه جميع شباب المسلمين يا رب إن شاء الله لما يحبه ويضاه شكل اتصالك يا حق شحات بارك الله فيك فكل امرئ يأتي يوم القيامة ليدعو على من اختضى به في الدنيا من أهل الفساد وأهل الفسوق وأهل الفجور في الآخرة محكمة لا مجاملة فيها أبدا لا يجامل مشهورا ولا غنيا ولا صاحب طائرة ولا من كان أصبح غنيا بعد فقر شديد بسبب وبغير سبب لا محبه أبدا ولا مجاملة وإنما يأتي هذا الرجل وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من اختضى به يجفلان ومن اختضت بفلان يجفلان وانتو اختضتوا بمين يون دور ساداتنا وقبارانا والمشهورين فينا الجماعة دول اللي كانوا مشهورين نتمنى نشوفهم ونشولهم بأيدينا يا رب يا رب زدهم القيهم في العذاب يا رب القيهم في السعير ويدعو المقتضي بالمقتضى به إلا أنك إذا اختديت برسول الله صلى الله عليه وسلم ستشرب من كفه شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا سيشفع لك إن كنت من أهل الكبائر صلى الله عليه وسلم ستكون رفيقا معه في الجنة ورفيقا لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيدعو لك ويشفع لك وأنت تدعو وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها القدوة التي من اختدى بها لا يخيب ولا يخسر ولذلك فإن نداعنا في هذه الأيام المباركة إلى كل مسلم يؤمن بالله أن يعود إلى ربه وأن ينتهد هذه الفرصة لبناء الشخصية الإسلامية من جديد وعلى حكامنا أن يعملوا أيضا من أجل إعطاء العلماء والفقهاء والدعاء المساحة الكافية في الإعلام لتربية الناس على مبادئ الإسلام السمحة السامية الوسطية الصحيحة وليكن لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله نلقي عليها الدوء الأكبر في هذه الأيام المباركة سواء كان في التعليم في الإعلام في الثقافة في الأسرة والمجتمع لنخلق مجتمعا هادئا مجتمعا رحيما ينعم بالأمن وبالسلام معنا الحق رمضان إن شاء الله تفضل أيها يا أهل وسهلا بك يا مرحبا ربنا يسعدك يا شيخ رمضان ويبارك لك إن شاء الله يا حق رمضان والنبي يا شيخ يديك الصحة يا شيخ الشيخ ده لا يخلش لألب عضوه الله يبارك فيك ويسعدك بارك الله فيك ربنا يا كيمة متشكرين يا حق رمضان متشكرين بارك الله فيك فالمسلم يغتنم هذه الأيام المباركة في التقرب من رب العالمين وفي أن يحوز رضى الله سبحانه وتعالى وينتهذ هذه الأيام في إصلاح ما بينه وبين الله بإقامة العبادة التي كان يهجرها أو كان يتركها وإصلاح ما بينه وبين نفسه بتنظيف القلب والصدر من الحق ومن القراهية ومن البغضاء ومن الشحناء وعليه بأن يجعل قلبه لله سبحانه وتعالى خالصة فإن الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأجسام ولكن ينظر إلى القلوب يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وصلاح القلوب دائما لا يكون بأن تقول أنا قلبي أبيض أو قلبي أسود أو قلبي أحمر لا يكون بهذا أبدا وإنما يكون بملء هذا القلب بحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الخير وتسلك في ذلك سبلا كإقامة الصلاة في وقتها وأيضا أداء الرواتب التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الالتحام بالعلماء والفقهاء وسؤال هؤلاء ومعرفة الدين الصواب والصحيح منهم ثم مصاحبة أهل الخير وأهل الصلاح من عباد الله تبارك وتعالى بعيدا عن رفقاء السوء هكذا يصلح القلب وتضعه في بيئة إيمانية صالحة لأن يكون قلبا سليما أن يكون قلبا محبا لله سبحانه وتعالى يخلو من البغضاء ومن الحقد ومن الكراهية ولا يخبر الله سبحانه وتعالى منك عبادة ولا صلاة ولا صوم حتى يكون القلب هو من القلوب السليمة ويكون القلب عامرا بالإيمان وبحب الله سبحانه وتعالى يا أخي خلي في قلبك كده خمسين في المية دنيا وخمسين في المية دين خلي تلتين دين وتلت دنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ همك حتى أنك تتمسك بها في هذه الأيام المباركة طارقا رحمات الله ورضى الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا يعقل وسنندم عليه جزي سنندم عليه جميعا أمام رب العالمين معنا الأخت مروة يا مرحبا أيها أيها أستاذ مروة فضلي أنا فعلت أنا بس كنت عايزة أسأل لحاجة يعني أنا والدي متوفر فيه وقلنا زينيا نقول له عمه أنا بس عايزة أعرفهما قالونا أنه لازم يعمل العمرة يكون هو عمل عمرة قبل كده طيب اللي عايزة باش تعمل العمرة هو لا هو يا صاح إن شاء الله تعمل له عمرة أيها أنا معاك سامعك إن شاء الله يا أستاذ مربو أيها يا صاح إن شاء الله تروح وتعمل وإنت بتعمل العمرة تنوي النيتين أنها عمرة لك ثم تعيد العمرة من جديد المناسب تعوديها من جديد لأبيك في مرة واحدة أيها أنت فهم أنا بقولك إيه؟ أنت إن شاء الله تروحي عمرة هتأدي المناسب لنفسك ثم تنتوي أو تنوي بعد ذلك أداء هذه المناسب لأبيك وبذلك تكون قد وهبتي له أجر هذه العمرة نسأل الله تبارك وتعالى أن تصر إلي في قبره إن شاء الله يعني هو أول مرة يروح يعمل عمرة يعمل لي والوالده هذا يعني عادي بتقولي إيه يا صد المرأة؟ كده هو أول مره أول مره ما هو في الأول مره دي أول مره يروح يعمل أول مره يروح يعمل أول مره يؤدي المناسب أولا لنفسه ثم يعيدها بعد ذلك لوالده أو والدته عادي آه وينفع في المره دي يعيد المناسب مرة لوالدته ومرة لوالده ومرة لعمي وإلى آخره يعني ربنا إن شاء الله يتقبل منك يا رب إن شاء الله يسعدي يعني يعمل لي والوالده عادي آه إن شاء الله يعملها لوالده والوالدته بعد ما يعملها النفسه يؤدي المناسب الأول في هذه المرة الوحيدة هيؤدي المناسب لنفسه ثم يؤديها عن والده ثم يؤديها عن والدته أنا متشكرة أو شكرا بارك الله فيك ربنا يحفظك إن شاء الله فعلى المسلم ألا يعرض نفسه للخسران في هذه الأيام المباركة لألا يندم عليها يوم القيامة والله يا إخواني يوم القيامة ستتمنى لو أتى عليك عشرا من رمضان كهذه العشر التي فيها عطق الرقاب من النار ستندم يوم القيامة وتتمنى لو تعود إلى الدنيا لتلحق بأيام الرحمة في رمضان لتلحق بأيام العطق من الريران أنت الآن تعيش في رمضان وقد أعطاك الله سبحانه وتعالى فرصة الحياة وأنت تدري فإن النفس يخرج وربما لا يعود النفس يخرج وربما يعود أنت قد تخطو برجليك ولكن لا تستطيع أبدا أن تخطو الخطوة الأخرى أو تضمن أن تخطو خطوة ثانية ها هو الله تبارك وتعالى قد أعطاك فرصة سانحة لأن تعيش هذه الأيام في رمضان فعليك بأن تغتنمها في إصلاح النفس وقلنا أن العبادة كل العبادة بالأركان الخمس لا تقبل من المسلم إلا إذا أفرغ ما في نفسه من الغل والحق وفي قلبه من الشحناء وليدخل الجنة أبدا وليشم ريح الجنة حتى يكون القلب كذلك أورد عند أبي يعلى في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه يضحك طبعا كان دحك النبي عليه الصلاة والسلام من زي دحك اليمن دول اللي بيعد يقخه كده ويرفع صوته وزي بل شوف هنا أو هناك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحك ابتسم فلا تظهر منه إلا النواجز فكأنها الشمس أشرقت كان لابتسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة ووداعة وجمالا لا تستطيع أن تصفه أبدا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ رأيناه يضحك والنبي عليه الصلاة والسلام يكون يبتسم أو يضحك لشيء عبثي أو شيء غير مهم وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم دائما للمشاهد الجميلة العظيمة الكبيرة لذلك يقول عمر فسأناه يا رسول الله ما يضحكك إذ بيخليك تبتسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن عوزك تحط الكلام الجيدة حل أفودنك وتفهمه كويس لإنها يفيدك في كل تعامل مع إخوانك ومع أخواتك ومع جرانك ومع أقربائك وحتى مع الغرباء ومع الناس دميعا سألوا إذ بيخليك تبتسم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لرجلين جثي بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يا خبر أبيض كأن الله عز وجل نقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا من مشاهد يوم القيامة فيها اثنين أعدين قضم ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وبجلاله الاثنين أعدين في ذل وفي خضوع وفي خشوع وفي قنوط لله رب العالمين قال أحدهم يا رب إن لي مظلمة خلي بالك اللي بيكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو اللي بيحكي لأنه هو الذي أراه الله هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة ولم يراه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نعلم من خلاله علم الغيب الذي أطلعه الله على بعضه باعتباره النبي المرسل الموحى إليه قال أحدهم يا رب إن لي عند أخي مظلمة أخويا ده ظلم يعني يمكن خد مني بيت خد مني أرض خد مني فلوس يمكن شتمي كذب علي إن لي عند أخي مظلمة يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للمظلوم رد إليه ما ظلمته فيه رد إليه المظلمة طبعا يوم القيامة الإنسان لا يملك دارا ولا أرضا ولا يملك مالا ولا يأخذ في كفنه شيء الكفن زي ما يقوله مالوش قيوب لا يستطيع أبدا الإنسان أن يصطحب معه إلى قبره ولدا كان يحبه في الدنيا أو بنتا كان يفضلها على بقية بناته أبدا ما فيش كلام ده خالص ولذلك الإنسان يوم القيامة لا يمتلك إلا الحسنات أو السيئات فهيكون بقى رد الحقوق من الحسنات والسيئات فقال الظالم يا رب لقد فنيت حسناتي وليس عندي إلا السيئات الظهر إن صاحبنا ده كان بيظلم فلان ويحتدى على فلان يقوم دخلت شوية حسنات ودخلت شوية حسنات فانهت الحسنات ولم يعود عنده شيء وليس عندي إلا السيئات فيقول المظلوم يا رب مرهو فليأخذ من أوزاري وليضع على أوزاره يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يعلمك وأن يعرفك الحقيقة يا له من يوم يوم يطلب الرجل من أخيه أن يحمل عنه من أوزاره شيئا يوم صعب يوم صعب لذلك لما ترد الحق في الدنيا دلوقتي هي أسهل بكثير من أن تطلب منك يوم القيامة فيتدخل الله سبحانه وتعالى بعذته وبجلاله وبقرمه ويقول للمظلوم انظر إلى الجنان فينظر يعني إلى الجنة ماذا تجد فيها؟ يقول يا رب أجد فيها قصورا من ذهب وفضة وأقوام لباسهم فيها حريف لمن هذه يا رب؟ يقول لمن يملك الثمن قال يا رب ومن يملك ثمن هذه قال أنت تملك قال فكيف يا رب؟ قال تعفو عن أخيك قال أشهدك يا رب أني قد عفوت عنه فقال الله سبحانه وتعالى له خذ بيد أخيك وادخل الجنة فدخل الجنة تسويا فالإنسان لن يدخل الجنة أبدا إلا إذا خلى القلب من كل حقد ومن كل شحناء ومن كل بغضاء إحنا إن شاء الله معنا أم عبد الله فضل إن شاء الله يا أمو عبد الله وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أمو عبد الله تفضل بتدعى مين على زوق لا يا حزب الله وعليكم كل عموة مش دعوة لحاج ده أنت بتفوض الأمر بصحة بالأمر هي مش دعوة لحاج لا حزب الله معناه أنك تحتمي وتعتصمي بالله تبارك وتعالي مش دعوة لحد وأدعو الله سبحانه وتعالى ألا تدعو عليه فقد يصلحه الله سبحانه وتعالى في يوم ما وتندمي على الدعاء السيء الذي كنت تدعو به عليه ما حدش عارف ليبا كده تحتل لي حاجة أنا أولادي بالعقل يعني بعد مدعي اليوم بتنين تحتل لي أنا حاجة تحتل أولادي سبحان الله يمكن أنت ظلمة بقى يا أمو عبد الله ولا حاج يمكن أنت مش فهمة التصرفات ولا حاجة أسألي دايما عنها هنا أشيء كده وحاولي وحاولي لو أنت ما فيمتش تصبري الوجه الله تبارك وتعالى فلعل الله يحدث وبعد ذلك أمره ما حدش بيظبط على حاله وما حدش بيبدل زي ما هو يعني بيصم صمد لا تصبري إن شاء الله أنت تصبري وصمك إن شاء الله مخبول عند رب العالمين بس عزي أقول لك حاجة إن برضو رد الزوج هو أمر مطلوب والصبر على الزوج هو من الأمور التعبدية التي يجب أن تتمسك بها المرأة المسلمة المرأة المرأة يا أمو عبد الله هي عمود لصلاح هذه الأمة هي عمود هذه الأمة هي بيدها أن تصلح الزوج وبيدها أن تصلح الولد وبيدها أن تصلح الأخ أنت بغدبلك حولي ما تتنزلش عن دورك ممكن يكون بيرتكب هو بعض حاجات أنت تشوفيها إن ده إهمال في حق نفسك في حقك أو في حق أولادك ولكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغيره ممكن في أسبوع في شهر في سنة في أقل في أزياد كل إن الهدى هدى الله أنت بغدبلك إن ممكن واحد يدي على واحد يقول لي يا رب تاكله عربي وبعدين دي جي قبل ما تاكله عربي بيوم يروح جايب الحق إلا عليه يبقى كويس أو عال تاني يوم تاكله عربي واستجيب الله للدعوة تندم ما تلحقيش تستمتعي بهذا الهدى الذي وهبه الله له يبقى الأفضل أن لا تدع عليه بسوء أبدا ليه لأن الهدى اسمعي بس الهدى هدى الله سبحانه وتعالى للناس مثله كمثل الموت لا يعرف لا يعرف متى يأتي إلا الله سبحانه وتعالى الهدى ده أمر غير فلعل الله يهديه اليوم أو غدا أو بعد غد فلا تدع عليه بسوء وفوض الأمر لله سبحانه وتعالى واصبري يعطيك الله سبحانه وتعالى أجرا من عنده مشاكلين جدا حتى تصلك يوم عبد الله كل السنة وانت طيب احنا نعود إن شاء الله إلى صلاح النفس في هذه الأيام المباركة قبل أن يندم المسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مشكلتنا في هذه الأيام أيها الإخوة هي القلب السليم إحنا مشكلتنا في الزمن ده مشكلة قلوب لأن الظاهر ما أكثره كتير جدا ترى الناس ما شاء الله في وضع صالح في اللبس في حجاب في كذا أو ترى إنسان أيضا في وضع سيء في تبرك في وضع رائحة في إبراز شعر ومفاتن وإلى آخره هذا موجود وهذا موجود وإنما العبرة دائما بالقلوب القلب دائما هو محل النية والقلب دائما هو محل الإيمان القلب ده أنت لازم تعمل على تنميته في إيمانه وتعمل على زرع الإحسان فيه القلب هو أرض أعطاها الله لك ما تزرعه فيه ستحصده فلو جيت مثلا فيه رمضان طول النهار عمال تسل روحك بمشاهد كذا ومشاهد كذا وتشوف وفلان وفلان أتل فلان وفلان سوى على فلان وفلان خطحق وفلان أتلوه واسلو خطف أمه فلان وفلان خطف مرات وطول النهار أنت هتقدر رمضان بهذا الشكل طول النهار يعيني حارم روحك من الطعام ومن الشرب وحارم روحك من جماع الزوجة وحارم روحك من كل حاجة وتجي أخر النهار مستني فلان وفلان ومسلع اللان وكلها مشاهد تقوم ترجعك وراء وتوديك إلى أسفل سافلين يبقى أنت ليس لك من صيامك إلا الجوع والعطش فاحرص في رمضان على أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منك الصيام بقيام ليله والالتزام بليله كصيام نهاره لأنه هو كله اسمه شهر رمضان هو كله اسمه شهر رمضان سوى بالليل وإنت فاطر أو بالنهار وإنت صائب يريدك الله تبارك وتعالى يريدك الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم المبارك أن تكون عبداً له أن تفرغ كل وقت وأن تخرج من قلبك ومن صدرك ومن نفسك كل شواغل الدنيا وأن تكون لربك وحدك تعمل على تنية الإيمان تعمل على صراح نفسك تعمل على التقر منه تعمل على العمل الصالح لابد أن تؤديه وأن تسعى إليه وأن تجعل نفسك طواقة إلى فعل الخيرات سواء كان ذلك بتخديمه إلى الفقراء وإلى الأيتام وإلى غير القادرين وإلى مساعدة الناس ومن ذلك أيضاً أن تساعد نفسك على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى البعد عن المنكرات والبعد عن العادات السيئة التي بها يضيع أجر الصوم ويضيع أجر الصلاة بل تكون مسلماً صورة لا تدل على شيء المسلم لا بد وأن يكون مسلماً قلباً وقالباً صورةً وشكلاً لا بد وأن يكون قلباً حقيقةً وواقعاً وظاهراً وشيئاً يعني تراه الناس أنت على هذه وعلى ذاك أنت في الظاهر لا بد وأن تكون ملتزماً وفي القلب أيضاً وفي السر لا بد وأن تكون ملتزماً بغير هذا القلب الذي هو السريرة التي يطل عليها رب العالمين أنت لا تستطيع أن تحصد من شهر رمضان شيئاً ولا من شوال شيئاً ولا حتى من عمرك الذي أفنيته في مشاهد كذا وفي أحداث كذا وفي الشجار وفي جمع المال وفي الحصول على المناصب وفي الحصول على كذا والتعارك مع الأهل ومع الأقارب وخطع صلة الأرحام تسأل عن هذا العمر فيما قضيته وفيما أفنيته فتقول هذا يقول أفنيته في بناء الشقة وهذا يقول أفنيته في بناء دار وهذا يقول أفنقته في عمل حساب في البنك وهذا يقول في منصب وهذا يقول في عبث وفي شيء وفي الله وفي الفجور وفي الصفور وكل ذلك كل أولئك يخسرون أمام رب العالمين قصرانا ليس له حل ليس له عودة لا حل له أبدا إنها مشكلة كبيرة يا أخوانا ما هذا الكم الهائل من الشواغل الدنيوية التي نله بها في رمضان وفي غير رمضان كيف نتحمل هذا كيف لقلب المسلم أن يرى هذا في الليل وفي النهار علينا بالاعتصام بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاختضاء والاختفاء بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسلفنا الصالح وبعلماء الأمة الثقات سواء كانوا من الأموات أو من الأحياء علينا بأن نعرف ديننا حتى نتعبد لله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة وسليمة علينا بأن نعرف أمور الدين ونتفقى فيه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين هذا هو الخير فمن حاز علوم الدنيا إلا أنه لا يفقه في علوم دينه لا يفقه في أمر تعبده لا يفهم ولا يفقه الطرق التي بها يتقرب لله رب العالمين هو من الجاهلين كل علم يعد جهد ما لم يكن محاطا بالإيمان برب العالمين ما لم يكن محاطا بالعلم برب العالمين ما لم يكن محاطا برسالة الإسلام القالدة والمبادئ التي جاءت فيها علينا أيها المسلمون علينا أيها الإخوة الأحباب أن نعتصب بكتاب ربنا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نلزم أنفسنا تقواها وأن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يزكها فهو خير من زكها وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن يتقبل منا الصيام والقيام إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة